أكد محافظ أسوان أشرف عطية أن التعاون مع مدينة جوانجو بكوريا الجنوبية يرتكز على قعدة قوية من العلاقات المصرية الكورية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الكوري الجنوبي مونجي أن وضف خلال اجتماعا ضم مسؤول المحافظة والمدنية الكورية أن تلك العلاقة القوية بين الرئيسين ساهمت في وصول حجم التبادل التجاري والتعاون العلمي والثقافي والفني لأعلى مستوياته في التاريخ العلاقات بين البلدين من جانبه أكد رئيس مدينة جوانجو من أسوان أنهم يتطلعون لدعم أواصر التعاون بين الشعبين المصري والكوري في المجالات المختلفة وعزمون على فتح أبواب الاستثمارات الكورية على أرض أسوان في المجالات الاقتصادية والسياحية والزرعية في أكثر من لقاء تم مع السفير الكوري الحالي داخل محافظة أسوان وكلام ده يمكن وصقناه وقلنا أننا محتاجين يبقى فيه توأمة مع أحد المدن الكورية الجنوبية التي تكون فيها نفس المواصفات أو أقرم ما يكون من الأطباع والإمكانيات التي موجودة داخل محافظة أسوان وهم رشحوا مدينة كوانجو وكانوا سعيد جدا أن حصل ما بيننا حوار من خلال الفيديو كونفرنس واتكلمنا في نقاط عديدة وحقيقة سرعة استجابة غير عادية نتيجة الإمكانيات الموجودة داخل محافظة أسوان ترجمة نانسي قنقر